خليه التصريحات مهمة لكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكورة اللي تحدث يعني خلال بعض وسائل الإعلام قال مباراة الزمالك انتهت بحلوها ومرها وبيقدر غضب وزعل الجماهير قال بنعيش أجواء إعلامية غير جايدة وهناك حرب واضحة على الآلي من قبل البعض وده أمر غريب لم يشاهده قبل ذلك وده تأكيد أن كلامك سيد عبدالناصر قال إن كمان على مدار 13 سنة الزمالك كسب أو كسبه يعني مرتين وده بيوبح الفريق الكبير قال يعني مدير الكورة بيقول أنا خسدت الزمالك 2-0 في الموسم اللي خاده فيه الدوري فده معناه لأن أنا مقت وافرح يعني قال في الآخر خسرت الدوري لكن الهدف الأكبر هو التارجد بتاعي لكن فيه ناس التارجد بتاعها ناس تانية مباراة دي يعني التارجد بتاعها مباراة فابرحيتكم يعني اتكلم كمان دليمان لدي الرغبة في اللعبة في المادي لالي أهلا وسهلا بيكم موجودين ولالي بيرحب بيكم ولا عايز يرحل ألف مليون سلامة لالي كبير ولالي دايما هو من يصنع النجوم قال احنا في مرحلة الحساب على اللقطة وهو مندهش بسبب هجوم البعض والناس بتحسب على لقطة معينة لكن للأسف فلانديا الكبيرة الكل بيحسب على المجمل والإجمالي ومش على هزيمة معينة وقالهم اتفرجوا على منشف ستر سيتي واتفرجوا على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا برضو ان التصريحات المهمة جدا من المواندف عدل القيع لما قال ان خطأ الحكام وخطأ حكم مباراة الأهلي والزمالك الحكم الكرواتي قال أخطاء سازجة وواقحة وقال ان لو جبنا لكم حكم أجنبي جاي ينفذ أجندة مش هيجي ينفذها بهذه الإخلاص قال فيه أخطاء واقحة من هذا الحكم شفنا كلنا لقطة وليد والفار ولما جي حتى يشوف اللقطة ما خدش وقته وأنهى الموضوع طول المطش كان فيه سفرات تحزين للعيب النادي الأهلي قال لو حصل تحقيق والله تحقيق ده يخلي فيه مفاجأة كبيرة تظهر في أخطاء الحكام الكروات وأعتقد ده لسان حل كل جماهير النادي الأهلي طيب بقل لنا أخبار الفرقة أخبار الفرقة النادي الأهلي بيواصل استعداداته للقاء اللجونة يمكن اللعيب عمله مسحة إن شاء الله نتجتها تطلع سلبية لقاء اللجونة الأربعاء القدم في التاسعة مساء تحكت جاهزية أحمد الشيخ للمشاركة فيها اللقاء بينما احتمال بشكل كبير يغيب يعني الحاوي وليد سليمان بسبب ألام الكتف والترقوة يعني برضو حابب أطمن الناس المران بشكل كويس جدا فالحجوم عبيتمرن واضح يوم عن يوم جاهزيته بتزيد للمشاركة في لقاء الجونة وعلى الأقل التواجد فيه قائمة المباراة في نفس الوقت تحسن الشحات فيه أخبار طارة مربما يلحق بلقاء الوداد المغربي وده أمر جيد جدا نفس القصة محمد محمود اللي بيواصل برنامجه التأهيلي وزي ما انفرضنا مع حضرتك كنا الحمد لله أول ناس قلنا أن محمد محمود شعر بألام في الرجبة وده اللي أخر برنامجه العلاجي اللي كان المفتوض يرجع يشارك في تدريبات الجماعية منذ أيام الموضوع اخر محمد محمود سافر سراً لألمانيا منذ أيام للإطمئنان على رجبته كان فيه شك أن يكون فيه قطع جزئي فيه غضروف الرجبة ولكن الدكتور في ألمانيا نفى ليه هذا الأمر تماماً وأكد أن حالته الصحية مطمئنة هيعمل برنامج علاجي بس مع التقليل على الضغط على العضلات من 3-4 سبيع برنامج مدرج تدريجي يقدر من بعدها يقدر يشارك في التدريبات الجماعية مفيش مشكلة ده موقف محمد محمود عشان بس الناس كتيرة بتسأل في هذا الشام حسين السيد داعب العالي المعارض للصفاقس التونسي بيخترب من فسخ تعاقده بشكل رسمي في محادثات ودية مع فريس صفاقس التونسي لفسخ التعاقد يعني في نفس الوقت خلينا سريعاً برضو ألا حضرات بعض الأخبار للفرق الجماعية لأن الناس كتيرة بتبعت لنا خصوصاً صفحات العالي عبر السوشيا الميديا عايزين نهتم بالألعاب الجماعية في النادي العالي يمكن سيدات الكرة للطايرة فازوا على سبورتينج 3-1 خلاص نحتاجين مطش واحد يفوزوا بالدوري يد العالي تعاقدت مع اللعب محمود طحان ده لمدة 4 مواسم 8 يد العالي قامت بالتجديد للعب ممدوح طاها لمدة 3 مواسم العالي شغال على تدعيمات في كل الفرق الجماعية سواء رجال أو سيدات طيب صالح جمعة يا أخي ما تنسهوش قلت والله صالح جمعة صالح جمعة بيتمرن بشكل كويس جداً 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 هو كتب النهاردة يعني بيقترب طيب أنا قلت بيقترب بشكل كبير قناة النادي العالي النهاردة كمان أكدت كلامنا بالأمس وقالت أنه بيقترب من الدخول في قايمة لقاء الجونة صالح جمعة لعب يصنع الفارق لو بيقادي وملتزم وماشي كويس كان النهاردة كابتان سيدة عبدالحفيز كان مجتمع معها مش المرامل اللاعب شغال على نفس كويس جداً نتمنى بقى يعني جماهير الأهلي وحشها صالح جمعة زي ما هو وحش جماهير الأهلي يعني خلي بالك عايز أقولك على معلومة مهمة جداً جداً هو كتب النهاردة على صفقته نلتقي في المباراة القادمة فربنا يجيله التوفيق إن شاء الله وبرضو سؤال مهم دايماً بنسأل فيه صالح جمعة مقيد في قايمة الأهلي الأفريقية فالأهلي محتاجه في القايمة الأفريقية في المباراة الأفريقية لأنه لعب مقيد اللي عنده اذهب نصف نهاية دورة الطالة أفريقي 25 ولا 26 سبتمبر والعودة 2 ولا 3 أكتوبر ففوت فترة كويسة إنه نقدر نستفيد بصالح جمعة في مباراة الدوري قبل يعني مبارتين دور قبل النهاية الدوري رافضة الأبطال الأفريقية إن شاء الله برضو قهربة لما يرجع في مباراة الإسماعيلي في الدوري بفرصة كويسة قبل برضو لقائي الوداد كل دي أمور إيجابية لألي بيكتسبها وأعتقد هيبان كمان الفارق بإن شاء الله بمشاركة صالح جمعة اللي بقى خلاص تريند دلوقتي وكل مستميني أشكراك شكراً جزيلاً أرسوز أحمد شكراً جزيلاً أرسوز أحمد